بفعل يوصول إلى القمة الصعب لكن البقاء في القمة هو الأصعب في تقدير الكرة الآن انتقلت من ملعب اللاعبين إلى ملعب الرئيس والفارق العامل دياله هذه المرحلة يجب تدبيرها بذكاء كبير ببصيرة لأنها ستكون لا محالة حاسمة في تحديد ما صار الفارق في أربعات سنوات المقبلة مع العلم أن مجموعة من اللاعبين اللي تمتلؤ أعمدة الفارق هم على أبواب مغادرته إما بسبب تقدمهم في السن أو بسبب قرب انتهاء العقد البعض منهم أو بسبب تهافوت أندي أجنبية على بعض اللاعبين اللي تميزوا في هذه المنافسة إذن الرؤية ستكون واضحة والعمل التراكمي هو الذي يعطي النتائج المنتظمة والبقاء في القمة إذن أول مرحلة أول حاجة أخصومي دلوها هما جرد المراكز الخاصة اللي قدرين أن تجعل قاعد الأسباب السالفة الدكر ومن ثم تحديد واحدة لستراتيجية عمل جديدة سواء استقرار يعني الاستمرار بلتو في سياسة انتداب لاعبين من العيار التقيل لاعبين أوبرازيونال قادرين على تقديم الإضافة فورية أو لا بيستانية سواء يسلكوا الطريق الآخر من هذا الطريق تحتاج ما هي الصبر ما هي الصبر هو إعارات أجود لاعبين فارق الأمل الأندية الأخرى لكي يكسبوا تجربة والخبرة والتنافسية ومن بعد إعادتهم من الفارق بعدها موسمين على الأقل أو لا بيستلتا تقدر تكون مثلا انتداب حل دارة الفيوس انتداب لاعبين موهوبين محليين بمواصفة دقيقة وبمبالغ زهيدة والإدماج دلهم بصورة تدريجية أو لا إعارات دلهم من الأندية أخرى لكن كذلك لكي بسافة عمّة يجب أن نرحل اشتركات قمالية وفكارات وتقومي عدد منه لكي ما تنسمع سبونسور دل الأندية بحراجة وويدة تإعطي تعتمانين مليون في العام فرنش انتداب لا تفكرون نفسها